الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والسيد والسليم بين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فحياكم الله في المحاضرة الخامسة من الوحدة الخامسة التي تتكلم عن الخبر المقبول وأقسامه وهما كسمان كما مضى بيانه القسم الأول وهو الحديث الصحيح ومباحثه والقسم الثاني وهو الحديث الحسن ومباحثه وكنا في المحاضرات الأربع السابقة انتهينا من جميع المسائل المتعلقة بالحديث الصحيح وفي هذه المحاضرة الخامسة نتكلم عن المسائل المتعلقة بالحديث الحسن فنعرفه أولا فنقول من حيث اللغة هو صفة مشبهة من الحسن بمعنى الجمال أما تعريفه الاصطلاحي فقد اختلفت أقوال علماء في تعريف الحسن اختلافا كثيرا نظرا لأنه متوسط بين الصحيح والضعيف ولأن بعضهم عرف أحد قسميه ولم يذكر القسم الآخر وهذه التعريفات وصلت إلى أن الإمام الذهبي قال أنه على إياس من وجود قاعدة هندل اشتحتها الحديث الحسن سنذكر بعض هذه التعريفات ثم نختار ما نراه أوفق من غيره كما قال مصنف الكتاب فتعريف الإمام الخطابي الحديث الحسن قال هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر للحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهة هذا تعريف الخطابي وهو تعريف عام وكما أنه يقال في الحديث الحسن فيصح أن يقال مثل هذا التعريف في الحديث الصحيح وبالتعريف يلسى تعريفا جامعا ما نعم تعريف الثاني تعريف التلمذي قال الحديث الحسن هو كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن هذا التعريف الثاني والحقيقة أن هذا التعريف هو تعريف للحديث الحسن لغيره وغاية هذا الحديث حسن لغيره أنه في الأصل أنه ضعيف لكن لتعدد طرقه صار حسنا لغيره التعريف الثالث تعريف ابن حجر قال ابن حجر في معرض كلام على تقسيم الأخبار قال وخبر الآحادي بنقل بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو صحيح لذاته فإن خف الضبط فالحسن لذاته قلت والقائل هو مصنف الكتاب محمود الطحاد قال فكأن الحسن عند ابن حجر هو الصحيح إذا خف الضبط راويه أي قل ضبطه بمعنى أن الحديث الصحيح الحسن هو نفس تعريف الحديث الصحيح إلا فارق واحد فقط وهو بدل تمام الضبط في الحديث الصحيح يكون خفيف الضبط في الحديث الحسن وبناء عليه فيمكن أن نقول أن تعريف الحديث الحسن هو ما رواه عدل خفيف الضبط ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة وهو خير ما عرف به الحديث الحسن أما تعريف الخطاب فعليه انتقادات كثيرة كما سبق وأما التلمذيف كما بيّنت سابقا أنه عرف أحد قسمي الحسن وهو الحسن لغيره والأصل في تعريفها أن يعرف الحسن لذاته لأن الحسن لغيره ضعيف في الأصل ارتقى إلى ملتمة الحسن لانجباله بتعدد طرقه وبناء عليه فالتعريف المختار هو ما عرفه به الحافظ بن حجر رحمه الله حيث قال هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا إله المسألة الثانية حكمه الحديث الحسن هو كالحديث الصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة ولذلك احتج به أي بالحديث الحسن جميع الفقهاء وعملوا به وعلى احتجاج به معظم المحدثين والأصليين إلا من شذ من المتشددين وبعضهم بعض المحدثين من المتساهلين أدرجه أي الحديث الحسن في نوع الصحيح كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة مع قولهم بأنه دون الصحيح المبين أولا يعني الذي سبق بيانه هو تعريفه المسألة الثالثة وهي مثال الحديث الحسن مثاله ما أخرجه التلمذي في السنن قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر ابن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي إذا أبو موسى الأشعري بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال الشيوف الحديث هذا الحديث قال عنه التلمذي هذا حديث حسن غريب وكان هذا الحديث حسنا وجعلناه مثال على الحسن لأن لجال إسناده الأربعة ثقات إلا أحدهم وهو جعفر ابن سليمان الضبعي فإنه حسن الحديث كما قال إمام أحمد لذلك نزل الحديث من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن المسألة الرابعة عندنا في الحديث الحسن وهي مراتبه الحديث الصحيح بينا سابقا أن له مراتب يتفاوت بها بعض الصحيح عن بعض وكذلك الحديث الحسن فإن له مراتب وقد جعلها الإمام الذهب مرتبتين فقال المرتبة الأولى وهي أعلى مراتبه مراتب الحديث الحسن يعني هي بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أي ما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وما رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده وما رواه بن إسحاق عن التيمي محمد بن أسحاق المطلبي عن محمد بن إبراهيم التيمي قال وأمثال ذلك مما قيل أنه صحيح وهو أدنى مراتب الصحيح يعني وأعلى مراتب الحسن ثم المرتبة الثانية قال الذهبي ثم بعد ذلك مختلف في تحسينه وتضعيفه كحديث الحارث ابن عبد الله يعني الأعور وحديث عاصم ابن ظمرة وحديث حجاج ابن أرطأه ونحوهم هذا ما تيسر قوله عن الحديث الحسن ونستكبل بقية المسائل فيما يأتي إن شاء الله والله أعلم وصلى عن ابن محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته